أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارته لدولة إريتريا ولقائه الرئيسين الإريتريي والصوملي يعكس أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات المشتركة والارتقاء بمستوى التعاون المشترك وخلال زيارته للعاصمة الإريتريا أسمر أعرباء الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلعه لمواصلة التنصيق بسفة دورية بما يحفظ المصالح والأهداف المشتركة أنا اليوم لا يبرهن فقط على متانة وتميز العلاقات بين دولنا الثلاث الشقيقة وإنما يعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز سلك العلاقات الأزلية سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الإفريق والبحر الأحمر أو للاستفادة من القدرات المتوفرة لدى دولنا لتعزيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا لقد اتمعنا اليوم في ديافة فخامة الرئيس والأخ العزيز السياسة الأفرقي للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إذا سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعت الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وتقويد الجهود أدعوبة لدولنا وشعوبنا التواقع للسلام والاستقرار والرخاط فدولنا الثلاث ومنطقتنا وشواتؤنا على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر تغخر بالثروات وبالفرص الواعدة للتنمية والازدهار كما أننا نمتلك الإرادة والقدرة على اغتنام وتعظيم الاستفادة من تلك الفرص من خلال التعاون والتكامل والتنسيق الوثيق بيننا